تصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في الحياة فيه اهتمام كبير بإطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية اللي بيحضر من زيادة التلوث البيئي في السنوات الخاضمة التقرير ده بيقول أن معدلات التلوث ممكن تزيد أو تزود نسب الوفاء المبكرة لسبعة مليون شخص سنويا ده غير انقراض أنواع كتيرة من الكائنات الحية نتيجة للتغيرات المناخية ايه معنى الكلام ده بالتفصيل هو ده اللي هيكلمنا عنه دكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد لجامعة الدول العربية اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير يا دكتور أهلا صباح الخير دكتور يعني في البداية عاوزين نعرف أكتر ايه هو التقرير ده التقرير ده الحقيقة هو أهم تقرير دولي بيصدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة التقرير ده هو تقرير دولي وليس تقرير خاص بالمنطقة أهم شيء في التقرير ده هو بيرصد أوضاع البيئة في مجالات مختلفة المجالات ديت بتشمل المياه وبتشمل برضو التلوث الهواء وبتشمل التلوث والتغيرات المناخية وموضوعات كتيرة جدا برضو التلوث اللي في التربة التلوث اللي فيه يعني الجوانب كتيرة بيرصدها التقرير بيشارك في التقرير ده عدد ضخم جدا من الخبراء والمختصين على مستوى دول العالم لأنه برنامج الأمم المتحدة هو الجهة المعنية بكل المسائل البيئية على مستوى العالم وبالتالي هي كل دول العالم بتشارك في هذا التقرير في تقريبا عشر دول من دول المنطقة من الدول العربية كانوا مشاركين في إعداد هذا التقرير وكمان التقرير ده بيمر بمراحل بيبقى فيها مراجعات وتأكيد على المعلومات اللي هي بيتم يعني الحصول عليها أو طرحها في الموضوع يعني هي الموضوعات اللي بيتعرض لها التقرير بتكون موثقة وبتعتمد على ما يسمى بالحقائق اللي هي المثبتة وبالتالي فهو التقرير ده كل دولة تقريبا بتقدم تقرير بتاعها صح؟ فيه تقرير وطنية بتعد بالنسبة للدول وبعد كده ده تقرير مجمع تقرير بيكون على مستوى دول العالم بيرصد البيئة في العالم كله التقرير ده كمان المفروض أنه هو بيصدر كل أربع سنين اللي صدر اللي حضرتك تكلمت عنه ده التقرير اللي هي النسخة العربية النسخة العربية اللي بتصدر في الفترة اللي هي صدرت يوم الخميس اللي فات ديت هي الأهميتها أن هي بتتيح للقارئ العربي وبتتيح للمنطقة اللي تطلع على كل التطورات اللي هي الخاصة والفارق ما بين النسخة العربية والنسخة الأخرى يعني هو كده يبدو من كلام حضرتك أنه فيه أكثر من نسخة إيه الفرق ما بينهم هي ترجمة فقط لا هي ترجمة خلينا نقول أنه التقرير اللي هو الدولي ده بيصدر باللغة الإنجليزية لأنه بيشارك فيه كل دول العالم وبعد كده بيتم ترجمته إلى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة بالإضافة لهذا التقرير اللي هو الدولي فيه تقارير أخرى بتكون تقارير إقليمية يعني تقرير عن توقعات البيئة بالنسبة لمنطقة العربية تقرير عن توقعات البيئة بالنسبة لأسيا بالنسبة لأفريقيا بتكون تقارير إقليمية وفيه كمان مستوى تفصيلي أكتر أنه فيه تقارير دولية بيطلع تقرير عن مصر تقرير عن مثلا دول أفريقية دول عربية فهو فيه أكتر من مستوى بيصدر عليه هذا التقرير طيب إحنا قعدنا سنين كتير قوي نسمع عن تهددات بانقراض أنواع معينة من الحيوانات ويمكن تهددات أخرى عن انقراض أنواع معينة من الكائنات الدقيقة فالتقرير ده كمان بيتكلم على الانقراض اللي ممكن يحصل لبعض الكائنات الحية وانقراض جماعي متوقع يعني حابين حضرتك تفهمنا أكتر وده سببه إيه وخطرته على البيئة إيه طيب خلينا الأول نتكلم قبل ما أقول موضوع الانقراض المسائل اللي هي البيئية ديت مسائل متعلقة بكل أثرها بتؤثر وبتتأثر بكل القطاعات اللي هي اللي بتكون موجودة في العالم وأيضا بالتالي يعني هي كمان بيهتم بيها كل التخصصات اللي هي زي مثلا الطب والعلوم الأرض والفلك وغيره وغيره فخلينا نقول أنه أنا مثلا كشخصة أنا تخصصي مش معني بالمسائل اللي هي الطبية والبيولوجية علشان برضو الكلام اللي هقوله لا يأخذ علي في الحتة دي أنا التخصص الأساسي اقتصاد لأنه الموضوع ده كله له نعكاسات اقتصادية كبيرة على اقتصادية واجتماعية على كل الدول العالم لو رجعنا لمسألة التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي ده هو ربنا خلق الحياة بيكون فيها توازن بيولوجي بمعنى أنه بيكون فيه يعني كائنات لها أدوار معينة ولما حصل الاختلال فهذه الكائنات اطلع عليهم البعث يعني الخفافيش وابتدوا يظهر كورونا بعدها ده ده أحد الجوانب اللي في الموضوع أنه هو إحنا عندنا التنوع ده هو عبارة عن أنه كل كائن في الحياة بقالوه دور بيقاليه في السلسلة الغذائية اللي احنا كنا بندرسها زمان بالضبط كده فلما بيحصل اختلال نتيجة التلوث أو نتيجة استخدام مبيدات أو نتيجة استخدام مثلا الزحف العمراني بيؤدي إلى أنه بيبقى فيه كائنات معينة في الصحراء مثلا بتطرق أن هي بيتحرك المكان الموئل بتاعها أو الأماكن اللي هي بتعيش فيها لغاية ما بتؤدي إلى الانقراض فالانقراض الجماعي ده بيبقى ناتج عن تراكم التلوث في البيئة بشكل معين فبيبدأ أنه هو يؤثر على أصناف معينة خلي بالك أنه الفكرة بتاعت التنوع البيولوجي دي مهمة جدا مثلا لإنتاج الغذاء وإحنا بنتكلم في الفترة ديت عن أزمة غذائية كبيرة في العالم فالاهتمام بسلامة البيئة بيؤدي إلى سلامة الأرض والإحنا بيبقى عندنا نقدر أن نحصل على منتجات غذائية بشكل جيد ما بيكونش فيها مشكلة هل نتروني يا دكتور هي سلسلة كل حلقة فيها بتكمل للأخرى عشان تدينا الشكل النهائي بتاع الدورة دي الموجودة لكن فكرة أن التقرير يطلع بوفيات أو عدد وفيات متوقع 7 مليون ده رقم كبير بالضبط وهل 7 مليون دول 7 مليون نتيجة التلوث فقط وليس لهم علاقة بالوفيات الناجمة عن لقدر الله الأمراض المزمنة أو غيرها من وفيات طبيعية العدد الوفيات اللي بيتكلم عنها التقرير هو عدد الوفيات اللي فيها علاقة مثبتة بين سبب الوفاة وأسباب بيئية نتيجة التلوث لأنه إحنا بنتكلم مثلا في التقرير عن تلوث المياه اللي هو واحد من أهم الأسباب لأمراض كتيرة جدا الأمراض ديت بتكون هي سبب بعد كده لوفيات برضو التلوث الهواء كل دي أسباب دكتور منفصلة عن الوفيات يعني مثلا إحنا بنعرف على سبيل المثال ورقم دفت راضي مثلا هقول إن عندنا مليون بيتوفى في العالم نتيجة ضغط السكر مثلا ضغط الدم عفوا نتيجة السكر نتيجة القلب فالسبع مليون دول بعيدا كل البعد عن الوفيات اللي هي الصحية والأمراض المزنية لا التقرير الحياة بيفصل بين أسباب الوفيات اللي هي رجع لي أسباب صحية بيئية اللي هي زي الأمراض اللي هي بتاعت الجهاز التنفسي اللي هي نتجة أصلا عن تلوث الهواء وأيضا الأمراض اللي هي نتجة عن التلوث في المية والأمراض اللي هي بتنتج كمان عن التلوث اللي في التربة فبيطلع فيه المنتجات الزراعية بتكون ما هيش صالحة للأكلو بتتسبب عنها أمراض فالمجموع الأمراض اللي هي بتنتج عن هذا التلوث هي ديت اللي بيرصدها التقرير وبيقول إن دي يعني التقرير بيزي بيدق نقوص خطر دكتور من النقوص الخطر ده كمان على المرأة والطفل يعني تغيرات المناخية دي بتأثر تأثير مباشر على المرأة والطفل ويمكن دي من أهم النقاط لناقشها التقرير يعني بعض الناس مش بتربط ما بين التغيرات المناخية وتأثيرها على فئات معينة الحقيقة إنه التغيرات المناخية والكوارث بشكل عام بتأثيرها ما بيكونش متساوية على الجنسين عادة أو يعني أثبتت التجارب إنه التغيرات المناخية والكوارث بتتضرر منها الفئات اللي هي اللي بنسميها الفئات الهشة الفئات الهشة اللي هم الأطفال وكبار السن والمرأة وليه بتتأثر الفئات دي بشكل أكبر من مثلا الزكور أو الشباب لسبب بسيط جدا أنه الفئات اللي هي الهشة دي هي أقل حظا في التدريب والتعليم هي الأقل حظا في الدخل ما عندهمش المرونة الكافية للانتقال إلى وظائف أخرى أو أنه هما يكون عندهم مثلا المام بيعني لما يفقدوا الوظائف بتاعتهم نتيجة المشاكل المتعلقة بالمناخ أو البيئة ما يقدروش أنه هما بشكل سريع يغيروا يحصل عندهم تحول لأنه هما يكسبوا دخل من مصادر أخرى كمان أنه المرأة عادة بتاع من أكثر الوظائف اللي بتعمل فيها المرأة القطاع الزراعة وأيضا القطاع السياحة القطاعين دول هما القطاعين اللي متوقع أنهما يتأثروا بشدة بالنسبة للتغيرات المناخية أو التغيرات البيئية بشكل عام وبالتالي فهي المرأة يعني بتكون معرضة أكثر لأنه تتحمل ضرر مباشر أكثر من الرجال طبعا ده بيتطلب لتعويضه أنه يكون فيه اهتمام بتأهيل أكبر للمرأة على التعامل مع القضايا اللي من هذا النوع وأيضا يكون الاهتمام بالتعليم والاهتمام بالتدريب التدريب هيؤدي إلى تقليل الأضرار اللي ممكن أن هي تقابل المرأة دكتور عاوزين نعرف دور الجامعة العربية في التصدي للمخاطر أن يجب عن تلوث المناخ بشكل عام وعربيا الأضرار اللي هتأثر بشكل مباشر على المجتمعات العربية من خلال رصد هذا التقرير الجامعة الدولة العربية بتعمل كأمانة فنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة هو عبارة عن مجلس وزاري متخصص من كافة الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة هذا المجلس بدوره هو التنسيق والتعاون في كافة المسائل البيئية فهو أول شيء هو بينسق الموقف العربي في الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير مناخ زي الاتفاقية الإطارية بتاعة التغير المناخ اللي هي المفروض هتعقد الدورة 27 لها في شرم الشيخ في نوفمبر القادم أيضا إحنا فيه اجتماعات دورية بتتم بين الخبراء في كافة المجالات منهم مثلا مجال الصحة والبيئة فيه علاقة وثيقة بين الصحة والبيئة وبالتالي إحنا بنقوم بعمل اجتماعات ما بين المتخصصين من وزارات الصحة ومن وزارات البيئة لوضع معايير لجودة الهواء ووضع معايير لجودة المياه ووضع معايير للتلوث الصناعي والتلوث في مجال الزراعة دي كلها مسائل بيتم المناقشة حولها ووضع معايير والاتفاق عليها على مستوى المنطقة كلها يعني على مستوى الدول العربية بشكل عام صحيح في بعض اختلافات في طبيعة التعامل مع القضايا البيئية في بعض الدول ولكن الإطار العام للموضوع بيكون فيه توافق كبير بين الدول العربية فده الدور اللي بتقوم به الجامعة هو تنسيق العمل فيما يتعلق بالشأن العربي والحقيقة في هذا الإطار احنا أصدرنا النسخة العربية اللي هي من هذا التقرير لإتاحتها بالنسبة للمهتمين في العالم العربي عشان نتعلم منها علشان يكون عندهم اطلاع على مش بس المشاكل وإنما الحلول والسياسات المقترحة للتعامل معها طيب التقرير كمان اعتبر أن الاستخدام المفرط في المضادات الحيوية والأفات أو المضادات للأفات يعني مبيدات الأفات هي خطر كبير محتمل عايزين نفهم ده أكتر يعني احنا عارفين أن انبعثات الكربون هي من الأخطار الجسيمة لكن مضادات حيوية ازاي؟ صحيح لأنه الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية والمبيدات بتؤثر بشكل كبير على الصحة ده بشكل مباشر وبشكل غير مباشر أيضا بتؤثر على الانتاج الزراعي لأنه الانتاج الزراعي مع استخدام المخصبات واستخدام المبيدات فبيأثر على الانتاجية الزراعية وبيؤدي إلى إنتاج منتجات زراعية ما بتكونش بالكفاءة أو بالجودة الصحية اللي هي المطلوبة تناسب جسم الإنسان وبالتالي ده بيلعب دور برضو في أنه بيكون مصدر لأمراض معاوية وأمراض أخر بتأثر على صحة الإنسان وعلى المدى الطويل بتؤدي إلى انخفاض برضو إنتاجيته ويعني حتى على المستوى الاقتصادي بتؤدي إلى أنه إحنا ننفق مبالغ ضخمة جدا على الرعاية الصحية للمرضى اللي هم نتيجة مثلا فشل كلوي نتيجة أمراض كبد أو غيره فكل ديت بتكون أمراض ناشئة عن تلوثات في البيئة سواء مياه أو تلوث في التربة أو خلافة طيب دكتور يعني أعمالا من منطلق أو مثل لا تعطيني سمكة ولكن علمني الصيد إحنا حطنا دينا على مربط الفرس وعرفنا التحديات اللي بيواجهها المجتمع الدولي مش هنقول الإقليمي فقط في تدهور المناخ إزاي يكون عندي أو إيه هي الحلول المبتكرة لوقف التدهور المناخ طيب الحلول المبتكرة طبعا فيه أشياء كتيرة وفيه مبادرات الحقيقة حاليا بتطرح في العالم من هذه المبادرات مثلا أنه استخدام التكنولوجيا استخدام التكنولوجيا ده من الحلول المبتكرة للبيئة بمعنى أنه التكنولوجيا ممكن تتيح لينا أن إحنا نعرف الأوقات اللي هي ممكن أن إحنا نستخدم فيها مبيدات بنسب معينة علشان ما تأثرش على المنتج الزراعي بعد ما نستخدمه أيضا التكنولوجيا أو الحلول المبتكرة مثلا فكرة التعامل مع النفايات النفايات من الأشياء اللي هي بيساء استخدامها جدا وحب النفايات المبتكرة هو التخلص من النفايات ففكرة الحرق وغيرها من الوسائل في مسألة إعادة تدوير أو استخدامها استخدام إنتاجي في إنتاج سلع أخرى أو في التعامل مثلا إعادة تدوير المخلفات بأنها مثلا تستخدم كأسمدة وخلاف من ناحية تانية مش بس التدوير المخلفات لا تقليل المخلفات عن طريق الترشيد استخدام مثلا إحنا كمنطقة عندنا استخدام المخلفات الغذائية طبعا إحنا من أعلى المناطق في المخلفات الغذائية لأنه بيكون عندنا استخدام كميات كبيرة من الغذاء وفيه كمان تالف في الغذاء أثناء الحصاد بيكون كميات كبيرة جدا اللي بيقع من الأشجار واللي بيكون طريقة التعبئة بتاعته غير سليمة واللي طريقة التخزين بتكون برضو مش كيدة مش سليمة فكل ده بيعمل هدر الهدر اللي في الغذاء بالنسبة لي المنطقة العربية بيمثل نسبة كبيرة جدا ولو إحنا قدرنا إن إحنا نقلل النسبة دي في هدر الغذاء فده معناه إن إحنا هيكون استخدامنا لي الموارد على كل أحل وكل حد فينا لي دور مجتمعي وبيئي تجاه هذه الأرض عشان كلنا نقدر نعيش فيها وولدنا في المستقبل إداروا يعيش فيها وإمكان من جيلنا إحنا ما كناش محظوظين إن فيه كائنات كتيرة قوي إن قردت ما قدرناش إن إحنا نشوفها ده غير طبعا الجو المتقلب في جميع أنحاء العالم أوروبا دلوقتي وسط الدرجة الحرارة فيها أربعين وغيره وغيره يعني كل واحد فينا لي وعليه مسؤولية بنشكر الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد لجامعة الدول العربية على وجود حضرتك معينا النهار تنورتنا بصدق